العقبة الثانية والمشكلة الكبيرة حقيقة اللي واجهتنا انه في بداية الموسم احنا متأخرين شهر طلعت الدعاية على سماد الداب انه هو مصرطن وتعرف اليوم الفضاء الالكتروني والاعلام وتأثيراته لحب الله من الفضاء الالكتروني يعني شخصيات مهمة تحدثت معروفة نعم هي المشكلة هاي صدق هيو فعلا اكو المشكلة انا ما سامع سماد مصرطن بصراحة يعني هو شوف استاذ كريم كل سماد كل سماد بنسبة من الاشعاع ابدا مقسمات ما ببنسبة من الاشعاع ولكن الحدود المقبولة اللي هي وفق معايير وزارة التخطيط وفق دوائر التقييس والسيطرة النوعية وفق ضوابط وزارة البيئة عنده حدود معينة من الاشعاع تكون مقبولة وهذا ما ضاع لي لكن اذا زاد عن هاي النسبة كان الحديث عن زيادة عن هاي النسبة صحيح لكن الحديث عن هاي النسبة يعني احنا في قناعتنا انه كان جزء من عنده حقيقة لإيقاث اولا عجلة الحكومة لانه كانت منطلقة في بداية امر وتريد توفر شيء وثانيا بمضاربة تجارية مضاربة تجارية اليوم اضرب لك المثل احنا كنا ناخذ يعني للسماد مليون وستمئة بيعاب تسعمية الف دينار مليون وستمئة بيعاب تسعمية الف دينار التاجر كان ياخذ بنفس السعر احنا نشتري سعر بورصة السم الاسمدة سعر عالمي يعني مو موجود في مكان ما اقل من هذا زينا التاجر من كان يجيبه بمليون وستمئة ووصل عنده سعره الى مليونيا لان كنا متاخرين بالخطة كان واصل الى مليونيا ماذا؟ اذا يريدي اني ابيع سعر اقل من عنده بفارق كبير طبعا راح يضرر فاكو جزء من عندها كان تضخيم لهذه الدعاية واستثمرت تعرفت اليوم احيانا دعاية بسيطة تستثمر من خلال اصحاب المنفعة واثرت حقيقة علينا ليش اثرت لانه الحكومة لما تسمع انه اكون نسبة داب مصرطا بالتأكيد الاجراء الاصولي والصحيح ان توقف هذا السماد وقفنا بالكامل اي تجهيز لهذا السماد وانترك الى ان طلعت الفحوصات لثلاث جهات فاحصة يعني مكتفينا بجهة وحدة دخلت ثلاث جهات فاحصة هاي العملية حتى انطت التقرير النهاي وعرض امام دولة رئيس الوزراء وسمح بالاطلاق اخذت حوالي خمسة وعشرين يوم الى شهر اخذت حوالي